بين ضغط التعلم عن بعد وارتفاع نسب الإصابات بكورونا يمضي أنطونيو وقته هنا هو واحد من 16 شاباً جمعياً حاولوا نادي قريتهم في دير الأحمر إلى غرفة للطوارئ خضعوا لدورات تدريبية مع الصليب الأحمر حول كيفية التعامل مع مرضى كورونا في كل مرة يردهم اتصال يهرعون لارتداء بزاتهم الواقية ويتوجهون إلى منازل المصابين في بنت عمر 14 سنة صار في عندها ديئة نفس بالليل اضطروا ينقلوها على مستشفى ومستشفى يعني بزور لقدروا استقبلته فهذا الشيء ما قدرنا نسكت عنه أطلقنا الصارخة وكل واحد عنده نخوي بالضايعة إيجا صار يساعدنا عادت مبادرته معاك ليبقى النفس الروحة إلى أهالي دير الأحمر وعشرات القرى المجاورة فالمرضى واجهوا صعوبات خلال الأسبوعين الماضيين لإيجاد أجهزة التنفس والانتقال إلى مستشفيات المنطقة وبعد أن قام المتطوعون بمساعدة والد عماد ليلا حضر صباحا إلى المركز للتبرع بمقاعد متحركة تعبيرا عن امتنانه بنت ابنة لقتة كورونا جمعة الماضي تعزبنا كتير بالليل لقدرنا أماننا مستشفى ولقدرنا أماننا بتلشيحة طلبوا مننا 15 مليون تيدخلوها وما معنا الـ 15 مليون كانوا أمي بشلالنا فيها أولت عشية والله لأينا الشباب إيجا خيي قالوا اخدوا أنينت الأكسجين وروحوا بصعت يوه أكسجين وفحصوا لها الأكسجين والضاغط والحرارة كنا عم نتواصل مع أهلنا باللبنان وبالاختراب من خلال جروب واتساب طرحنا الصوت على هذا الجروب خبرنا للشباب أهلنا هوني شو عم بعينوا بهذا الظرف وبلشنا بحملة التبرعات مشكورين أولاد المنطقة باللبنان وبالاختراب لبوا قدرنا نحن بظرف أربعة أيام نكون جاهزين لا توجد إحصائيات رسمية حول أعداد المصابين هنا لكن تكرار حالات الوفيات يوميا يصير خوف الأهالي مرة أخرى يلجأ اللبنانيون إلى مبادرات تطوعية للتعويض عن إخفاقات على المستوى الرسمي خاصة في ظل تساؤلات عن مصير مساعدات طبية وصلت إلى لبنان غنوية يتيم الحدث دير الأحمر